في القدس العربي أيضا تصاعد المقاومة لمواجهة اعتداءات المستوطنين قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية شهدت الساعات الثمانية واربعين الماضية عددا من عمليات المقاومة الفلسطينية من حيث لا يتوقع إذ نفذ فلسطينيون ثلاث عمليات مسلحة قبل نحو ستين ساعة من بدء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة خلال عامين فيما تضاعفت وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في عموم مناطق الضفة الغربية في وقت فرض جيش الاحتلال حصارا شاملا على الضفة الغربية أغلق المعابر الفاصلة بينهما وبين القدس والداخل الفلسطيني وفي تفاصيل العمليات المسلحة فقد نفذ فلسطيني عملية دهس استهدفت مجموعة من الجنود في منطقة جنوبي أريحة وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عمليتي اطلاق نار في مدينة الخليل أسفرت إحداهما عن مقتل مستوطن إسرائيلي والثاني عن إصابة ستة آخرين قالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق النار على مواطن أثناء قيادته مركبته قرب مفترق النبي موسى جنوبي أريحة وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على مواطن فلسطيني من مسافة صفر في موثقة مشاهد أخرى سيارة بيضاء اللون تبتعد عن جنود ممددين على الأرض وآخرين يطلقون النار على السيارة المسرعة زادة الرائحة